يعني من بداية تخصصك في البيانو بشكل خاص قطعاً كان لك مثل أعلى أو يعني موسيقار محبب أكتر من الآخر آه يمكن بالنسبة للبيانو أفتكر هو السؤال مهما لاحد تسأل السؤال ده اللي جابه بتبقى هي هي شوبان معلف يعني قدى كل انتاجه الفني للبيانو يعني 99% وكذا من المؤلفات الكتابة البيانو تقريباً ما كتبش حاجة تانية أو حاجات بسيطة قوي 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 فطبيعي كتابة البيانو حلو قوي وموسيقات جميلة جداً وموسيقات سهلة الاستماع إليها قوي يعني تفضل شوبان آه شوبان وبعده المؤلفين الروس لهم برضو شعبية كبيرة إنه فيه دفء كده في موسيقاهم الروسي الروس، الخمينوف، رمسكي، كورساكوف حاجات بتاعت شهرزاد بتاعت بردين يعني في مصر برضو بتتحطف البرامج والناس بتحبها قوي إنه فيها عاطفة جياشة كده وعموماً بتوصل لقلب الجمهور قبل ما يقول بقى دي بتاعتي ولا مش بتاعتي المسيقة أجنبية ولا شرقية فيها كده فيها روح بتوصل للجمهور ومش بس في مصر على فكرة في كل بلاد العالم يعني الأمثال اللي قلتها دي كل الجمهور في أي بلاد العالم بيحب شوبران وبيحب الروس وبيحب فيها حاجات بتبع شوية عايزة ودن شوية تكون يعني ما بتجيش لما لاحظ يكون سنه سبع سنين وممكن تجي لما سنه 12 سنة يبتدئتها سواء وقاطعاً تعاونت مع كتير من قادة الأوركسترا أه طبعاً هل أيضاً بتميز واحد عن التاني يعني في هذا المجال؟ الشراكة اللي بين العازف والقائد لأنه لما لاحظ بيلعب عمل للبيانو وللأوركسترا فيه بيانو وفيه أوركسترا ما فيش واحد رئيس والتاني بيسمع كلامه يعني فيش واحد ما فيش واحد له الأولوية هو الطبيعي لما يكون عمل بيانو أوركسترا البيانو هو الدور البطولة بين قصين هو بيعمله بسهن بيعملوش لوحده لازم معا حد متفاهم معاه وهنا بصلي لما بلعب الحتة دي لأنه بتأخر هنا سنة يعني لازم يكون في بينهم من بعض اتفاق اتفاق على الموسيقى هيعملو فيها إيه؟ هنا هتسرع هنا هتبطأ هنا اسمع اللحن دل إن أنا بيلعبه واطي شوية فما تعليش اللي بيلعبه الأوركسترا والميصر يقول لي ما تبطأش هنا لأن لو بطأت هنا أنا مش هقدر أتبعك لأنه الألات الألات دي بتلعب حاجة ما قدرش أبطأ لها يعني لو أنا بلعب حاجة بطيئة جدا وفي حد معايا بيلعب قلة نفخ أنا مش مقولة هقطع نفسه يعني مش مقولة هبطأ خالص بحيث هو خلاص يعني يموت في الجملة دي لازم لحد يرعي حاجات معينة إنه دي دي مثلا بتتلعب بشكل معين ما نقدرش ما نزلش سوا لو ما نزل نفس سوا بتتسمع في الحتة دي لازم نبقى سوا قوي حاجة تانية يعني لازم يكون فيه ما البروفا بتفيد في كده في البروفا لحد بيتفق على الحتة اللي هي حساسة شوية في العمل اللي محتاجة الاتفاق هنا انت تبصلي وهنا أنا بصلك يعني في القطعة دي أنا بصلك عشان أشوف أنت بتعمل ليه أنا همشي معايا بس في الحتة دي أنت امشي معايا أيه فطبعا فيه مايستروهات بيبقى شخصيتهم كده لحد ما في عندوش مشكلة وفي ممكن لحد يقع في مايسترو أو المايسترو يقع في سوليست كل يوم يعمل حاجة مختلفة يجي يجيه في البروفا يعمل حاجة وفي الحفلة يعمل حاجة مختلفة يعني رغب الالتزام بالنوتة لقدامه؟ لا ما ملتزم آه بس فيه 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 ما دي بتعتمد أكتر على الشخصية بقى